الفنانة التشكيلية المغربية ناجية بن نيس تعرض جديد أعمالها برواق لودايا بالرباط في معرض من تنظيم وزارة التقافة والاتصال أعمال بن نيس عبارة عن أزد من 80 نوحة هي تمرة أبحاثها الفنية وتجاربها البصرية الممتدة والمعبرة عن تيمات ورؤى فنية مختلفة هذا المعرض هذا لدوت فرباط هباب كبير جبت الأعمال التي هي تتميز المصار الفني لأن هذه 40 سنونا في هذا الميدان التي تتجلى على ثلاثة المراحل عرضت المرحلة الأولى التي تتعبر على المرأة والحياة والمجتمع المرحلة الثانية على الحركة والألوان مرحلة الثالثة تتعبر على الحياة اليومية والمجتمع والعالم بأسره أنا أعتبر بأنه هذا المعرض ديال نجيب نيس يعكسها هي كامرأة وتتميز هي بهذا الأعمال ديالها وأنه لا تشخص يعني الأشخاص أو الأمكانات أو أي شيء من هذا القبيل بقدر ما تقوم بحالة للكل المعرض دعوة إلى التأمل في الحركة بكل تجلياتها وعمق الأضواء بعيدا عن كل أشكال الحيرة والقلق فكل لوحة بالنسبة لنجيب نيس تتميز بشهادة ميلاد فنية ففرسفتها في الحياة أن اللوحة كيان له وجوده الفني والعملي معا ترجمة نانسي قنقر